السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة عامل معاكو بطاطس الفارم فريتس الدهبية. بطرقة سهلة جدا وبسيطة. وان شاء الله لو مشيتي على خطوات كده بالضبط. هتطلع معاك زي ما انت شايفة كده. آآ بيضة بطرية من جوة. ودهبي من بره ومقرمشة. حتى لو قاعدت لتاني يوم معاكي هتفضل بردو مقرمشة زي ما هي. تمام? شايفين ما شاء الله شكلها? الحالة انا جربت كزا طريقة لها بس هي دي اكتر طريقة جابت نتيجة كويسة معايا. البطاطس ما قرمشة جدا. وزي ما انت شايفة كده. آآ في كزا طريقة. في مسلا بنقعوها في مياه بتلج وكربوناتو الاول. وبعد كده بيبدأوا يحمروها نص تحميرة. او يدوب ينزلوها بس في الزيت بسيط. ويطلعوها بتلج. وبعدين ينزلوا بها في زيت سخن تاني. الحالة انا جربت الطريقة دي بالتلج ما تدينيش النتيجة دي. آآ الطريقة التانية اللي هقولكو عليها الوقتي وحنا شغالين هي اللي اديتني طريقة احسن او اديتني نتيجة احسن. تمام? آآ فانا قلت لك كده على الطريقتين بس هي دي الطريقة اللي جابت معايا نتيجة احسن اللي هي المية المجلئية. تمام? هتشوف في الوقت يعني مع بعض ايه? اهم حاجة طبعا لازم ترعيها ان البطاطس تكون بطاطس تحمير مش بطاطس اللي هي المسكرة. اللي هي بتاعات الطبيق وما ينفعش ان انت تعملي بيها خالص مهما عملتش الوصفة دي مش هتتزبط معاك. تمام? انا اشرت البطاطس وغسلتها كويس ونشفتها. وهبدأ اشيل الاطراف بتاعتها بس كده بالسكينة علشان آآ تبقى صوابع متساوية معايا. طبعا فيما كان بتقطع البطاطس الصوابع مزبوطة يعني بس احنا نقدر يعني نحاول نقطعها بالطريقة دي بالسكينة. بعد ما قطع ترنشات آآ بس تحاولي ما ترفعهاش قوي. علشان لو رفعتيها قوي هتنشف معاك وهتبقى شربة زيت ومش هتلاقيها من جوة طريقة كده وبيضة زي ما كانت بينا معنا. وطبعا الاطراف دي هعملها برضو مش هرميها. تمام? شايفين? بقى كل الصوابع معظمها شبه بعضها وقد بعضها ازاي? يعني بعد ما بتقطعيها ترنشات بتجد كم ترنشة على بعض كده وتقطعيهم مع بعض. بحيس الصابع كلها تبقى قد بعضها. تمام? وحاول ان انت ما ترفعهاش زي ما اتفقنا علشان متنشفش منك قوي وتبقى شربة زيت. انا عايزها تبقى مقرمشها من بره آآ وطرية من جوة. تمام? انا غسلتها كويس نزلت النشاة بتاعها وانا اعطاها في مية عادية خالص فترة من الحنفية بشوية تخلي زي ما انتو شايفين? معلقة كبيرة من الخل. وعندي لتر مية على النار هيجلي معايا هنزل فيه بمعلقة صغيرة من الكربوناتو. تمام? ويدوب هسقط البطاطس بعد ما صفيها بقى من المية مخل دي. ومش هشطفها من الخل والحاجة. هسقطها وهستنى المية تبدأ في الغليان واشيلها بسرعة. انا مش عايزها تستوي وتتقسر معايا وانا بطلعها. تمام? يدوب المية لسه مغليتش هي زي ما انتو شايفين. انا حبي توريكم المقطع ده كده بالراحة علشان تشوفوا المية معايا. هتبدأ تعمل معايا فقاقع هي والدخن هبدأ اطلعها على طول. تمام? الطلعها صفيها عادي من المية على طبق مفروض كده. وبعدين هستنى هتبرد شوية ودخلها التلاجة عادي خالص. مش الفريزر. التلاجة يا جامعة. ماشي. بعد ما بريدت هنزلها في الزيت يكون سخن. تمام? وهنزلها يا دوب بس تبدأ الزيت برضو ان هو هيجلي معايا وهيبدأ يعمل فقاقع هو زي ما انتو شايفين. سقطيها بس في الزيت كويس كلها بحيس الزيت يبقى ايه مغلفة كلها من بره. تمام? مش عايزها برضو تستوي وبتقصر وانا بطلعها. اول ما الزيت يبدأ يعمل معايا كده هقوم وطلعها ومصفيها من الزيت على طبق مفروض. تمام? وهدخلها الفريزر. تيجي ما تخلص معايا والتلج زي ما انتو شايفين هي هنا تلجت ومفرفطة من بعضها ازاي? ايه بدأت تعمل عليها تلج هي? اهم حاجة الزيت يكون سخن جدا. انا اختبر واحدة الاول. هستنى شوية لما تسخن قوي معايا. اهو. شفتوا الزيت عمل ازاي? اول ما هتنزل بها خلي بالك هتعمل هتفرق عجامد علشان فيها تلج. البطاطس فيها تلج. والزيت سخن جدا يا جماعة. فحاول تغطيها او تبعد عنها اول ما تنزل البطاطس. الخطوة دي مهمة جدا ان البطاطس لازم تكون متلجة. وكمان الزيت يكون سخن جدا. ما تنزلش البطاطس في زيت بارد. لو نزلت في زيت بارد هتتهري منك وهتشرب زيت كتير جدا ومش هتديكي النتيجة دي. هستنى طبعا مش هقلبها الوقتي خالص لما بدأت تلون معايا وتنشف شوية هبدأ اقلبها تقلبتين كده. واول ما تاخد لون دها بزي ما انتو شايفين كده تطلعيها على منادي المطبخة تتصفى خالص من الزيت. وانا مش هزالة تتغمق منك يعني يا دهو بتبقى دهبي كده زي ما انتو شايفين. وهي خلاص ارمشت جدا وهبان معاك وانت بتقلبيها انها مقرمشة. كده تكون خلصت هنستنىها بس تتصفى الزيت ونقدمها مع بعض. عشان اوريكو ان شاء الله الارمشة واللون. شايفين اللون الدهب الجميل ده? شايفين بقى من بره ارمشة وعمنا الكفر اللي احنا بنلاقيه في الفارم فريتس الجهزة اللي بنجيبها. وطريقة من جوة ولونها ابيض. اتمنى الطريقة تكون عجبتكو. وهي الطريقة دي اللي جابت معي نتيجة احسن يا جماعة. ممكن تجرب دي وتجرب دي. وتشوفي انهي الاحسن معاك. بس دي نتيجة اللي وصلت لها بالطريقة المية المغلية افضل من المية متلج. آآ اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حابة فكركم ان شاء الله. بتنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ومستنية منكو اي تعليقات او استفسارات او طلبات. حابة اوريكو بس شكل البطاطس من جوة. شايفين مقرمشة من برة وطرية وبيضة من جوة ازاي? شايفين اللون الدهب اللي من برة ده? من جوة ابيض باينة اهيه? ومن برة دهبي. يكون قرمشة جدا. اهم حاجة ما ترفعهاش زي ما اتفقنا قوي علشان بتنشافش منك وتشرب زيت. وترعي ان الزيت يكون سخن. فكل مرة بتحمري فيها. والبطاطس تاني مرة تكون متلجة وكويسة نشفة خالص. استنوني شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكو شايماء امين.